طيب خليني أتكلم مع حضرتك أكتر عن مفهوم القوامة حسنا كنت قلت في الأول أن دلوقتي مفهوم القوامة مفهوم فيه غلط وفيه خطأ نعم خليني نتكلم عن المفهوم الصحيح للقوامة وكمان هل الزوج يعني من حقه أنه لازم يعرف مرتب مراته هل من حقه يكبر مراته الساعة في البيت نعم إيه الصح وإيه الغلط في النقطة دي طيب إحنا القوامة تكليف ولا ستشريف تكليف وليس التشريف يعني إيه تكليف وليس التشريف يعني أنا قائم على البيت يعني إيه يعني قائم على خدمة أهل البيت يعني في خدمتهم باشتغل عشان أجيب لهم المال الحلال بأسعى عليهم لو في حد عنده مشكلة أن أنا أحل المشكلة دي فمفهوم القوامة مش مفهوم أمره نحي لكن مفهوم القوامة مفهوم إيه مفهوم يعتمد على أنه قائم على كل ما يحتاجه ما يحتاجه أنه أهل البيت طيب موضوع بقى أن أنا بقى الزوج لازم يعرف دخل زوجته أدي إيه وأن الزوج يساعد في البيت ولا لأ طيب عندنا مبدأ أساسي أن الزوج هو الملزم بالنفقة في البيت هو اللي ينفق في البيت طيب هي اللي الزوجة تعمل يبقى ده نرجع إلى الإيه إلى الاتفاق بينه إلى الإيه الاتفاق بينه ما فيش إلزام إنما في إيه في محبة في تعاون في مشاركة ما فيش إلزام طيب بالنسبة لي موضوع مساعدة الزوج في البيت هنجد وننظر إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الكل بحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته ماذا يفعل مع عشان خاطر نتعلم لازم يكون في قدوة لقد كان لكم في رسول الله وسوة حسن بيسألوا ستنا السيدة عائشة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فتقول كان رجلا من الرجال وكان في مهنة أهله كان ايه في مهنة أهله يعني مهنة أهله يعني في العمل اللي الأهل البيت قائمين به كان بيسعدهم فيه فتصف هذا فتقول فكان صلى الله عليه وآله وسلم يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقم البيت يعني بيكنس البيت يعني حركة دلوقتي لازم تأكد على الناس أن المشاركة مطلوبة لا المشاركة دي سنة نبوية عن نبي صلى الله عليه وسلم حياتهم يساعد دخل البيت خلاص أنا مهما كن رد بيتي مهما كن أنا إيه دخلت البيت خلاص لازم البيت يبقى فيه سعادة لازم البيت يبقى فيه هدوء إنما دخول البيت دخلت أعمل مشكلة لا ما ينفعش لازم دخولي للبيت يكون فرحة لأهل البيت فرحة لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه ورده فقال يا رسول الله من أحب الناس إلى الله وما أحب الأعمال إلى الله فقال صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم ده في العام طب نجد باء إلى التحقيق الأمر ده قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله يبقى أول خير هيظهر من الإنسان ويتحقق في الخيرية لازم يكون لأهل بيته بالطريقة دي هنقدر أن احنا نتعامل مع بعضين هنقدر نعيش إنما أننا أبص لا اللي أنا عاوزه يكون جاهز بس من غير ما أساعد في البت لا فيها مشكلة فيها مشكلة إزاي فيها مشكلة أن في طرف بيتحامل على نفسه عشان يقوم بالعمل بيتحامل على نفسه عشان خاطر يؤدي كل الأعمال لا لازم يكون فيه تعاون فيه إحساس فيه مشاعر بينهم ها المشاعر والكلام ده كله ده اللي بيانه لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويمكن أختم مع حضرتك بستين سيدة أسماء أخت ستين سيدة عائشة سيدنا أبو بكر كانت زوجة لسيدنا الزبير عشان إزاي هما بقدروا مشاعر بعضهم فستين سيدة أسماء كانت تحمل النوى من أرض سيدنا الزبير أرض بعيدة فما كانش معاها حاجة تحمل على فكانت بتشيل على رسها تحمل النوى كده على رسها وتيجي مسابة كبيرة جدا ففي يوم الأيام رأت النبي صلى الله عليه وسلم هو وبعض أصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم كان راكب على داب فسيدنا النبي مرأها كده وهي تحمل ما هي أختي زوجته فانتظر وقف النبي صلى الله عليه وسلم عشان هي إيه تركب وراء سيدنا نفسه صلى وده سيدنا نفسه صلى فستين سيدة أسماء تقول فتذكرت غيرة الزبير الجمال هو سيدنا الزبير مش معاه والحر شديد وهي تحمل وده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فقالت فتذكرت غيرة الزبير ختمة جميلة ونحن ففهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فانصرف سيدنا الزبير يقول لها إيه والله لركوبك خلف رسول الله أهون علي من حملك النوى